الفين ومائتي تلميذ يتابعون دراستهم بثنويات محمد الخامس بكل ميمة هذا العدد الكبير من التلميذ يتسبب في عرقلة السير أثناء خروجهم من المؤسسة كما أن هذا الوضع يشكل خطرا على مستعمل الدراجات الهوائية وسيلة تنقل التلميذ إلى الثنوية أقطع يوميا كيلومترات عديدة على طريق ضيقة تكتظ بسيارة التلاميذ القاتنون بعيدا عن الثنوية الوحيدة بالمدينة يعانون مع مشكل السيرة خصوصا الفتيات الاكتظاظ يثل ذروته بعد 12.6 بعد الزوال ونعيش في ظل خطر حوادث السيرة النمو الديمغرافي بكل مما لم يواكبه تطور المؤسسات التعليمية فالمدينة ظلت منذ ستينيات القرن الماضي بثانوية وحيدة اكتظت عن آخرها في السنوات الأخيرة نطلب من الجهات المختصة إنشاء مؤسسة جديدة أخرى في مدينة قلممة لتخفيف الضغط على هذه المؤسسة العتيقة القديمة كان حل المشكلة لأزمة سيرو الجولان على المستوى الشارع الحسن الثاني حيث هذا الشارع غدي توسع المساحة التي هي كبيرة 20 متر غدي توسع هذا الشارع هذا وغدي يكون فيه ممرة خاصة للرجلين وخاصة لصحاب الدراجات العادية والنارية عرفت مدن كثيرة بإقليم رشدية تطورنا سوسيو اقتصاديا مهما استثنيت منه مدينة غريسة كما كانت تدعى قديمنا ركودنا أصبحت تجلياته بديتنا على جميع المستويات شكرا